خليل اذا بقلك انه العلكة فيها بلاستيك اللبان في بلاستيك اللبان يعني كل حاجة بقى فيها بلاستيك دلات طب خلينا نشوف الجواب بفقرة سلامتك يعني كلنا تقريبا من اكل علكة يوميا بس هل شي مرة فكرنا من شو مصنوعة هاي دي العلكة اكتر انواع العلكة خاصة يلي فيها نكهات مصنوعة من البلاستيك وتحديدا مصات البيوتل يلي هو نفسه بيصنعه منه الاكياس البلاستيكية وهالشي طبعا كتير مضر للصحة كمان نظرا لمحتوها من البلاستيك اللبان او العلكة يعني غير قابلة للتحليل البيولوجي والافراط في مضوء ممكن يعمل كمان مشاكل صحية بس دايما كل حاجة لها اضرار وفوائد زي ان اللبان مفيد للأسنان بيعز الزقرة طب هل في بديل صحي هل في بديل يعني للموضوع ده وازاي كمان احنا نعرف ان هو مش مضر للدرجة دي طبعا تفاصيل اكتر مع دكتور جمانة ابو دريع دريع ما انا قلت لك قولي الاسم جمانة ابو دريع يا جماعة جمانة جمانة كمان مصري يعني الاسم بالنسبة لي ازايك يا جمانة عامل ايه احوار اللبان اللي في بلاستيك ده شوف لو احنا رجعنا شوية اللبان او العلكة ده من تقريبا من الاغرقيين موجود بس فعليا كان من النباتات من الاشجار حاليا دلوقتي اللي موجود فعليا اللبان عشان يدوله اكتر الاستيستي او مططية اكتر وعشان النكهات كمان اللي بيدوفوها بقى اخلوا صناعي بقى في حاجة اسمها بولي اثيلين اللي هي اللي احنا بنشوفها في منتجات البلاستيك واكياس البلاستيك والازايز البلاستيك بتاعت المياه بتاعتنا والمادة التانية اللي هي الاساسية كمان اللي هي بولي بينايل اسيتيت فهم دول التو بروديكت فعليا اللي فعلا من البلاستيك واحنا عارفينه البلاستيك اصلا هو عمباره عن ايه جاي اصلا من البترول ومن الغاز الطبيعي كله واحده كله بتاع نص فرميل يعني فهي فعليا معاها طبعا إضافات معاها بقى المنكهات معاها طبعا فيه ألوان صناعية فيه موهد حفظة فيه مادة الرزن اللي هي الصمغ اللي بيديها التماسك بتاع العلكة يعني هنا أشكال وعشان تقعد مدة طويلة عشان لما تيجي تفتح الباكت أو البوكس يبقى محافظ على شكلها مهما كانت موجودة فترة طويلة فدي دي حقيقة لوحنا منتكلم على الانجريديينت بالضبط بس هانا هتولى عمرنا منشوف الناس بتعلو كالكة وروا يعني إذا عندوا المشاكل الصحية دايما بيربتوا هاي المشاكل يعني مسببات تانية شو مخاطر مضغي العلكة إلا فترة طويلة يعني ماشي لو أنت قلت على الأضرار فحنا حنقسمها حنقول إنه الأضرار الليها علاقة بالسكر اللي موجود في العلكة العلكة اللي فيها سكر دي بقى على الأسنان والتسوص وطبقات البلاك اللي بتحصل لو احنا تكلمنا عن اللي مفيهاش سكر فيه عندك علكة خالية من السكر حتى المادة اللي خالية من السكر اللي هي الزايلتول حتى دي لا تناسب الأشخاص اللي عندهم اي بي اس أو اللي هو اضطراب القلون العصبي لأن هي بتعمل نوع من أنواع التخمر بتابع السكريات فبالتالي بتضيقهم لو احنا تكلمنا مثلا عن مادة الصوربيتول اللي هي برضو كمان شوجر فري جمب كمان ممكن تعمل ديارية او اللي هو الاسهال لو احنا بنتكلم عن المضغ الفترة طويلة يعني مش المواد بقى همتكلم ان حد قاعد بمدة طويلة حيبقى فيه عندنا متلازمة الفك الصدغي ممكن يسبب صداع لو فيه حد من الناس دي عموما عنده مايجرين أو شقيقة ممكن تتريجر الصداع بتاعه لأنه هو بالساعات بقى قاعد مضغ 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 عموما راحت النكهة خلصت لأنها بتدوب بس العلكة بتكون خلص راحت النكهة بس العلكة نفسها ما بتتهضمش ولا بتدوب اللعاب بتاعنا ما بيأثرش عليها فبالتالي هي بتبقى عبارة عن حركة بس في نفس الوقت في الناحية التانية احنا برضو لازم نتكلم ان فيه فوائد يعني خلينا ناخد الفوائد وبعد كده نتكلم على طب دي كلها وهي لسه فوقنا من لو بلع تتعمل ايه المفروض ان العلكة مش معمولة للبلع احنا العلكة معمولة بس صح فيه ناس ممكن يحصل لها بس هي حاجة لا تهضم بيولوجيا يعني هي فعلا كمكون بيدخل معدتنا مش هيتأثر يعني احمد المعدة ما بتأثرش فيها ما بتأثرش فيها انا العلكة اللي بلعتنا من KG1 بعدها ببطنه لا ما هو احنا بقى شغولة النجوم بتبقى أسرع عندنا جهاز هضمي الحمد لله وحركة الجهاز الهضمي ومع الاكل فممكن ينزل عن طريق مع الخروج ومع الفضلات عادي بس احنا بننصح ايه بقى بنقول الأطفال بالذات لأن الأطفال حركة الأمعاء بتاعتهم مختلفة حجم الأمعاء عندهم مختلفة فطبيعي بنقول هم مش هم الناس صح اللي يبلعوا يعني فده اللي ممكن نقول انه يسبب انسداد أمعاء أو يسبب مشاكل بس في العادي كأدلت يعني أو كحد كبير حتى لو حصل باي أكسدنت أو هو فعليه ما عايز يبلحها فهي في الطبيعية هتاخد المجرب عجه هذه حلو بالضبط طيب الفوائد زي ما انتي قلت يعني احنا كلمنا على الأضرار قد كده تخليها عاد أصلا ما يشتريش بس الفوائد لا ليها فوائد ليها فوائد أكثر شيوع عن الفوائد بتاعت العلكة ان هي عشان موضوع التركيز وعشان التوتر فعليا في دراسات اتعملت على في الجامعة لا انهم فعليا توترهم بسبب العب الأكاديمي بيقل لما هما بيستخدموا العلكة في الكلاسز مثلا بتاعتهم تركيز لانه احنا احيانا وإحنا سيئين ممكن الواحد بحس ان عايز يخفل في غفوة بالذات لو لونج ديستنس بقى فلما بتغذي واحدة علكة تحس ان انتي لأ صح صحتي شوية فده دي من ناحية انه تركيز اكتر ممكن صح تكون في كلاس او تكون في شغلك وحسن انه خلص في شوية خمول بتاخد عالك بتحسن انت لأ زي ما تكون بنقول الدورة الدموية كده ايه وصلت اكتر للبراين او للدماغ فبالتالي بقينا صح صح مركزين اكتر يعني في حركة المهم انه نحن عنش حالنا بحركة يعني يعدي الفايدة بس وفي فايدة كمان حلوة للناس اللي عندهم مشكلة الغثيان او النوزيا زي ما بيقولوا عليها سواء الحد ده عنده مشكلة موشن سيكنس اللي هي بدوار الحركة لما بيجي ركب حاجة او كده او دوار البح فبتقلل موضوع الغثيان وفي البرجنانسي في الناس الحوامل في الستاتة الحوامل it's safe شوف احنا بنقول انه فيها مشتقات بلاستيك وكده بس it's safe عشان بتقلل لهم حتة حمود كل المعدة اللي بتعمل لهم الفايد الفايد دي فود نيوز ماجازين دي مجلة بريطانية مسؤولة عن الغذاء بشكل العام وسألت السؤال ده للف دي اي مؤسسة الغذاء اللي هي الفود ان دراج اثاراتي قالوا لهم ان احنا عملنا دراسات كتير قوي وان احنا لقينا 46 مكون ممكن يكون حد منهم موجود جوه الجم او موجود جوه العلكة safe مفيش اي مشاكل والحاجات دي معمولة تقريبا من سنة 1960 لحد آخر assessment او تقييم ابريل 2020 اه اوكي ده بشكل continuous لانه برضه اكيد فيه تغييرات بتحصل في المواد وفيه فيه على مدار السنين فاستل لحد دلوقتي من الاف دي اي مفيش proof ان it's harm ان الجم او ان علكة فيها مشاكل دولار ممين ايوه على الصحة بس احنا بنقول للناس ايه انتبهوا انت مريض سكر يبقى بلاش علكة فيها سكر اطفال او مش اطفال نقول السن الكبير شوية بلاش عشان التساوز وعشان البلاك طب انا عايز اخدها من غير يعني انا بحب خلاص اتشو جم او انا عايز تعود اتعود هاختر احسن المخالية من السكر تمام اللي هي قلنا عليها فيها مادة الزايلتول بس حيبقى الاكسبشن الوحيد بالنسبالي مريض الاي بي اس او قلون العاصر يعني بيختلف انواع السكر الشجر بزبط انت فيه كذا شجر بزبط يعني منشوف انلاين كمان كتير نس بتقول انه اذا الواحد على كعلكة بيخسر البزن بصير فيه خسارة بضعف بالضعف هي شوفي دي بس شجر فري اكيد مش اللي فيها سكر لان بالعجل اللي فيها سكر ممكن ترفع مقاومة الانسولين وتزود في الوزن كيف ايوة لان هي فيها سكر فيها سكر كتير فيها سكر كتير العلكة فيها سكر وانت الانسولين بتاعك بيطلع عشان السكر اللي انت بتغذيه لا كيف بتضعف ده بقى هي شجر فري بتضعف ازاي لانه انت عموما ما بتحسيش بالجوح انت بتوعدي فترة طويلة شغلة مركزة في حاجة تانية المضغ ده عامل زي ما بنشتت انتباه انتباهك عن موضوع انه انا عايز اروح اكل هو زي ما ندوع من تشتيت الانتباه انا بتسد الشهية بتسد الشهية من الناحية دي يعني اه اكيد هي مش حاجة لما حد يقولي انا عايز اخيص مش حقوله روح تشوه جوم يعني مش هي دي حتبقى الاساسي بس فعلا بتفرق لانه هما لما يجوا يبقوا بي نيد تو سناكينج لو فاضي بقى عايز يروح يأكل لو فعلا اخذ الشوغر فري جوم هو بنقول انه مش مريد كمان قولون عصبي او اي بي اس لأ فعلا حينسى النجاعين طب فيه انواع ثانية فيه انواع ثانية صحية اكتر لحد دلوقتي اكتر حاجة حنقول عليها حتة الشوغر فري واللي فيها زايلتول اكسبشن بس للاي بي اس وبنقول انه فيه شركات دلوقتي يحاولت ترجع تاني انه يبقى فيه السورس النباتي يعني بعيدا احنا عندنا في مصر يصبح فيه مشهور جدا اللي هو اللي بقى الضكر اللي بقى الصمارة الحاجات دي امه ده اللي هو القديم اللي هو ده اللي مرهل في بس عنده مشكلة موضوع الصدغين انه بتفضل فترة طويلة ناشف شوية ناشف شوية فتلاقي المشكلة ما بقتش مشكلة الجام نفسها لا بس ده الصدغين بقى تعب هنا صداع ده انا بصدق لانه هو خلاص اتعوده بس هو فعليا ده اللي يعتبر اصح من الجم اللي احنا بنستخدم يعني موضوع كتير طويل وولا كتعرف اصلا فيها المخاطر بالله عليك يعني شكرا كتير الك دكتورة روانا حسن أبو دريع شكرا 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 مرسي الله يخديك